المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها تعامل خاص مع الأوبئة الله عزيز لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد المدينة مبوئة سبحان الله هذا في الصحيح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الوباء بها فمرض أبو بكر رضي الله عنه ومرض عامر بن أبي فهيرة ومرض بلال بن رباح وعادهم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ترويه عائشة رضي الله عنه ثم أن الصحابة رضي الله عنهم وارراهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وهم جلوس في هذه الجائحة وفي هذه الحمى وفي هذا الوباء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشط الصحابة فقال لهم إن أجر القاعد منكم نصف أجر القائم فتنشط الصحابة رضي الله عنهم وقاموا واستوحش المهاجرون وجودهم في المدينة لأنهم هاجروا من مكة ومكة تأتيها رحلة الشتاء وتأتيها رحلة الصيف وبها المال والتجارة وبها الحياة وبها الكعبة وبها زمزم وبها فلما جلسوا في المدينة افتقدوا مكة وجمال مكة وما كان في مكة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد حبها اللهم صحح المدينة لنا اللهم اجعل حماها في الجحفة ثم دعا اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وشامنا ويمننا إلى آخر الحديث فخرج الوباء من المدينة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى رؤيا في المنام رأى أن جارية سوداء خرجت من المدينة فعبرها صلوات ربه وسلامه عليه بخروج الوباء منها فخرج الوباء حتى أن ثمامة ابن أثال والحديث عند البخاري ثمامة ابن أثال لما جاء وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن أرضك المدينة لمن أبغض الأراضي إليه سبحان الله لأن الناس يعرفون أن المدينة موبوعة والناس قد سمعوا بالوباء الذي فيها وإنها اليوم لمن أحبها إليه الله أكبر هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله في المدينة وفي أهلها وجعل الله جل وعلا البركة فيها الآن الذي يفكر فقط أن يذهب إلى المدينة سبحان الله تأتي السكينة والطمأنينة في قلبه فكيف إذا وصل إليها وذلك هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعني كلام للعلماء جميل السكينة والطمأنينة التي يجدها الزائر للمدينة هي بسبب وجود بقعة وقطعة من الجنة الروضة وهي الروضة الشريفة ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ولذلك الإيمان يأرز دائما إلى الروضة وإلى الجنة ويحب هذه المجالس إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر فدائما سبحان الله النفس تحب هذه المجالس ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها لذلك يقول ابن عبدالبر المالك يشوفوا علماء المالكية للمغرب العربي ضبطين أنفسهم شيء لا يقول يعني لما أتى للحديث عن مكة أو المدينة يقول إذا كان هذا موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها فكيف بقطعة كاملة من الجنة هي الروضة الله أكبر كاملة خير أنت إذا دخلت لا يقول حتى واحد كان يدعو بعاميته يقول لما دخل الروضة يا رب يعني قد دخلت الجنة لا تخرجني منها الله